بفضل رؤية ثاقبة للقيادة الرشيدة قامت وزارة الإسكان بإنشاء العديد من المدن الجديدة في عام 2016 في كافة المحافظة بالمملكة كما وزعت أكثر من 6200 وحدة سكنية لمستحقينها من الطلبات الإسكانية والشقق الإسكانية ضمن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدة بتوفير 40 ألف وحدة سكنية وللمزيد من تفاصيل ما قامت به وزارة الإسكان من مشاريع خلال هذا العام في تقرير الزميل طلال النايف شهد عام 2016 نقلة نوعية في الملف الإسكاني بفضل ما يوليه حضرة صاحب الجلالة آهل البلاد المفدة من رعاية للملف الإسكاني ومن خلال توجيهات صاحب السمو الملكي سمو رئيس الوزراء الموقر المتواصل لتعزيز دور الحكومة في الاهتمام باحتياجات المواطنين وتوفير الخدمات الإسكانية والمتابعة الحثيثة لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين ووفقا لبرنامج وزارة الإسكاني الزمني القائم حاليا للمشاريع الإسكانية فإن الوزارة تقوم بتنفيذ أكثر من 16 ألف وحدة سكنية موزعة على مختلف محافظات المملكة وقد واصلت الوزارة جهودها لتحقيق ما تصب إليه لمواجهة كافة التطلعات من خلال الحفاظ على مستوى الإنجازات فتنفيذاً لأوامر صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين قامت وزارة الإسكان بتوزيع 6200 وحدة سكنية على مرحلتين ما يدل على وجود مؤشرات لتحسن ملحوظ في منوال الصعود المتعلق بسير الأعمال في مشاريع المجمعات السكنية ومشاريع مدن البحرين الجديدة من جانب آخر ساهم حجم الإعمار المتسار للمدن الإسكانية الخمسة بالوحدات السكنية ومشاريع البنية التحتية في تلبية آلاف الطلبات الإسكانية للمواطنين باختلاف مراحل التوزيع ما بين شهادات استحقاق وسحب إلكتروني وتسليم عقود بالإضافة إلى مشاريع المجمعات الإسكانية التي لعبت دوراً كبيراً في تخصيص الطلبات الإسكانية في مختلف قرى ومناطق المملكة مثل مشاريع سترة وتوبلي ودامستان ورياض عسكر وجو والحجيات والمرحلة الأخيرة من مشاريع هورة سند وغيرها من المشاريع ووفقاً للقرار الوزاري لمعايير الإعفاء بشأن نظام الإسكان فقد تضمنت حالات الإعفاء من سداد التوميل بسبب الوفاء 117 حالة بقيمة إجمالية بلقت مليوني دينار بحريني في عام 2016 وفي سياق متصل فقد قامت وزارة الإسكان بإصدار هبات لعام 2016 بعدد يصل إلى 323 هبة مؤكدة أنها بدأت في إجراءات إصدار ورقة الهبة بعد التأكد من عدم وجود مخالفة على المنتفع كما دخلت المرأة البحرينية في حقل المستفيدين من الخدمات الإسكانية حيث حظيت بفرصة الاستفادة مع الخدمات الإسكانية التي تقدمها الإسكان لتتمكن أكثر من 3500 امرأة في العام الجاري من الحصول على وحدات سكنية وشقق سكنية سواء التمليك منها أو المؤقتة بالإضافة إلى استفادتها من التمويل بأنواعه وعلاوة السكن إلى ذلك قامت الوزارة بدراسة 1135 حالة من أصحاب الطلبات حيث تمت الموافقة على 615 منها بنسبة 54% والاعتذار إلى 400 وحالتين بنسبة 36% وأن 118 منها تطلبت مزيدا من الدراسة بنسبة 10% واستمرارا في عملية البناء والتطوير تم طرح وترسية 73 مناقصة بقيمة إجمالية فاقت 367 مليون دينار بحريني في العام 2016 في كل من قطاع الوحدات السكنية وقطاع البنية التحتية والدفان البحري وتسوية الأراضي فضلا عن قطاع الخدمات والاستشارات الهندسية لقد خطت وزارة الإسكان خطوات متقدمة خلال السنوات القليلة الماضية في طريقها نحو تنفيذ التوجيهات الملكية السامية ببناء 40 ألف وحدة سكنية في أقصر مدة ممكنة بالإضافة إلى الأهداف المدرجة في برنامج عمل الحكومة وفي مقدمتها توفير 25 ألف وحدة سكنية وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص مسخرة طاقاتها البشرية والفنية والمالية من أجل تحقيق تلك الأهداف في معدلات زمنية قياسية تسطر مكسبا للملف الإسكاني طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين